أسعد الله أوقاتكم يعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان جملة من القرارات الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم وبعض المسجدات المرتبطة بالعملية التعليمية والحالة الوبائية لكورونا قبل قليل انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والتي تم خلالها مناقشة وإقرار العديد من التشريعات والأنظمة المهمة بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم العمل في بعض الكطاعات والتي جاءت على النحو التالي أولا إقرار مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020 ومن أبرز ما جاء فيه عدم حصر تعويض المزارعين فقط في حالات التضرر من السقيع بل شمول المخاطر الزراعية الأخرى التي تتسبب بخسائر كبيرة عليهم ثانيا إقرار مشروع نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020 الذي يحدد برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشروط استفادة المؤمن عليها من هذه البرامج وأحكام صرف بدر رعاية الطفل للمؤمن عليها ويهدف هذا النظام إلى تمكين عمل المرأة والمساهمة في توفير الدعم المالي للمرأة العاملة للتخفيف من التكاليف المالية المترتبة عليها أثناء فترة حضانة الطفل أو من خلال المساهمة في إنشاء دور حضانة أو المساهمة في الكلف التشغيرية لدور الحضانة ثالثاً إقرار مشروع نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020 والذي ينظم إجراءات التخليص المسبق على البضائع المستوردة قبل وصولها إلى المملكة ويسهل إجراءات التخليص الجمهوركي على أصحاب البضائع والمستوردين كما ناقش مجلس الوزراء تقرير متابعة الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم لشهر حزيران 2020 وقد بلغ عدد الطلبات الواردة 6,625 نسبة الشكاوى منها 55% ونسبة الأسئلة الموجهة للحكومة 35% و10% توزعت ما بين اقتراحات وإبلاغات وثناء وقد بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 98% وتم إغلاق 93% منها وإنهاء المشاكل أو القضايا التي وردت فيها كما بلغت نسبة الرضا عن الحل 70% من خلال التغذية الراجعة من المواطنين كان هذا موجز حول قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم وسيتم نشر خبر تفصيلي حول هذه القرارات بعد انتهاء هذا المؤتمر فيما يتعلق بآلية دعم الخبز ستتم المباشرة بصرف دعم الخبز بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفق إجراءات ستعلن تفاصيلها وزارة التنمية الاجتماعية وستحرز الوزارة على وضع إجراءات للالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية من تباعد وارتداء الكمامات ومنع الازدحام ومن المتوقع أن تستفيد قرابة مليون أسرة من دعم الخبز بالنسبة لبدء استقبال المطارات للرحلات الدولية من الوجهات والدول الخضراء تم استكمال جاهزية المطارات وشركات الطيران المحلية لاستقبال الزوار من الوجهات والدول الخضراء لكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد أولى الرحلات القادمة إلى الأردن أو المغادرة منه التواصل مستمر مع الدول والوجهات الخضراء من خلال وزارة الخارجية وشؤون المقتربين للاتفاق على تسيير رحلات متبادلة بين الأردن وهذه الدول والوجهات المختلفة ومن أوائل الدول التي وصلنا منها إشارات إيجابية بشأن تسيير رحلات من وإلى الأردن هي كندا شركات الطيران المحلية ستعلن مواعيد رحلاتها فور تأكيد الرحلات المتبادلة بين الأردن والوجهات الخضراء رصدنا العديد من الاستفسارات بخصوص طبيعة الحظر خلال العيد الأضحى المبارك وكيفية تنظيم صلاة العيد وأؤكد أن مدة الحضر خلال العيد ستكون مثل باقي الأيام الحالية إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما نحن عليه الآن في المرحلة معتدلة الخطورة والتي نشهد وبحمد الله تدنيا في أعداد الإصابات المحلية وبالتالي ستكون الحركة مسموحة من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل وقد أعلن اليوم معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة العيد ستكون في الساعة السابعة صباحا كما قام بإعلان مجموعة من الإرشادات والإجراءات عبر وسائل الإعلام مرة أخرى أود أن أرحب بأصحاب المعالي وزير التربية والتعليم ووزير العدل ووزير الصحة حيث سيتحدث وزير التربية والتعليم عن جهود الوزارة لضمان سلامة العملية التعليمية في ضوء التطورات القضائية والقانونية الأخيرة لنقابة المعلمين الموقوفة عن العمل كما سيوضح وزير العدل بعض الجوانب القانونية في هذا الشأن ويتحدث كذلك معالي وزير الصحة حول الحالة الوبائية بشكل عام بالإضافة إلى بعض الإجراءات المرتبطة بفترة عيد الأضحى المبارك في موضوع نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل أود التأكيد هنا أن القضية منظورة أمام القضاء ونحن كحكومة ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستورية واحترام سلطة القضاء فإننا نتجنب الخوض في تفاصيل التقاضي وإجراءاته ونؤكد احترامنا لأحكام مبدأ الفصل بين السلطات أود هنا أن نشير أيضا إلى تصريحات دولة رئيس الوزراء اليوم في رسالته الإسبوعية المتعلقة بمبدأ سيادة القانون إن دعم هذا المبدأ الثابت هو أولوية معلنة للحكومة وسنستمر بتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتجدير احترام سيادة القانون والامتثال إليه وترجمته على أرض الواقع ثقافة وطنية وممارسة من الموظف العام والمسؤول وبالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها إن الحكومة كانت تتمنى اللقص الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونية الجسيمة لما وصلت إليه فحماية الإنسان الأردني وأمنه وصحته وتعليمه هي في صميم أخلاقيات الدولة ومسؤولياتها بكل أركانها ولا يستطيع أحد أيا كان موقعه احتكار الحقيقة فكلنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها لن نقبل في أي حال من الأحوال اسلوب الاستقواء على الدولة فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى مئة عام وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن لن تفرط بما أنجزه الأردن في هذه الميادين وتحديدا خلال هذا الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا وانعكاساتها المعقدة الظرف الاقتصادي الاجتماعي الاستثنائي الناتج عن انعكاسات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتكافل في تحمل آثاره والعاملون في الكطاعات والمرافق الحيوية ومن بينها التعليم يدركون أن نهجها هو خدمة المواطن وليس فئة أو حزب أو مجموعة نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفدت وتلوح مجددا بتنفيذ وقفات احتجاجات وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها وتتجاوز طانون الصحة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحة المواطنين لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب والطالبات ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها بتنفيذ احتصامات بشكل مخالف للقانون الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية وارتقائها وقد قدمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك فوقف العلوات كان مؤقتا حتى مطلع العام القادم وطبك على جميع العاملين في الكطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية وأؤكد هنا أن العلوات ستعود لكل موظف أو لكل موظفي الكطاع العام الذين أوقفت عنهم في بداية العام القادم أي في 1.1.2021 شكرا لكم